تلحية برنامج الارتقاء الحضاري اللي بينفزه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيشتغل على تطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجاً وكمان تشجيع إقامة مشروعات إمتاجية جديدة في محافظات القاهرة والجيزة تحديداً المرحلة الأولى من البرنامج انتهت والنهاردة هيتم إطلاق المرحلة الثانية اللي هنعرف تفاصيلها من الدكتور وليد دارويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهة الصغر صباحاً خير يا دكتور صباحاً نوري يا فاني دكتور في البداية كده يعني ياريت حقيقة تقول لنا أو تدينا نبزة مفصلة عن برنامج الارتقاء الحضاري تمام يا فاني طبعاً بيصبح على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين طبعاً برنامج الارتقاء الحضاري ده أحد البرامج الهامة جداً اللي تبنتها الدولة من دساء عام 2014 واهتمام القيادة السياسية طبعاً بقضاء على العشوائيات والمبادرات اللي تبنتها ورؤيتها في أن المجتمعات اللي بتقتل في المناطق دي من حق السكان فيها حياة إسانية كريمة وكلها ومن هذا المنطلط طبعاً تدينا البرامج بالخضاء وتطوير المناطق غير محططة نعم والكلام ده انعكد على رؤية مصر عشرين ثلاثين في ثلاثة نقاط تحديداً رؤية مصر عشرين ثلاثين بتقول أننا المفروض نخفض نسبة متاحة المناطق الغير محططة دي من ثمانية وتلاثين إلى عشرين في المية ونسبة السكان اللي تحت خط الفق ينخفض من أربعة واربعة من عشر إلى أثنين ونصف المية وآخر حاجة أن الخدمات الصرف الصحي اللي تتوفر للسكان في تلقى المناطق بحلول عشرين ثلاثين تزيد من ثلاثين إلى ثباثين ثلاثين الكلام ده يقول أن عكس برضو على أهداف الكمية المستدامة السبعة عشر السبعة عشر هدف اللي بيتكلموا على الأبعاد الاختاضية والاجتماعية والدين قضاء على الفقر قضاء على الجوع حق السكان مياه نظيف أو طرف صحي إلى آخره يعني البرنامج دابت ده بتعمل 15 مليون يورو حصلنا عليهم من الاتحاد الأوروبي وحصلوهم بملكة مفاوضة لمكال فرنسيال في تطوير أربع مناطق غير مخططة بمحاولة طاية أساعد المناطق يا فندم وإزاي يعني كان فيه ثمار لهذه الجهود في تلك المناطق إزاي تغيرت كيف كانت وكيف أصبحت تماما المناطق في القاهرة فيه منطقة الزوال الحمراء في القاهرة في الحفظ الجيد ده فيه مية عقبة وقرب المشروعات اللي تمت فيه 35 مشروع تموا في الأربع مناطق دول ثم حق السبعة 15 مشروع والجيد ده 20 السمولات وصلت لـ 268 مليون جنيه مصري ما يقابل لـ 15 مليون يورو مشروعات دي طبعا غرفة مجالات كثيرة جدا من ضمنها آآ توصيل شركات مياه آآ شرب آآ طرف صحي آآ راس فطورة بالأسفل راس فطورة بالإنترنت وقامة خزان مياه كبير جدا آآ إلى آخره مشروعات كثيرة مدارس فطور مدارس وحدات صحية ملاعب أنفاء إلى آخره الكلام ده يقوله طبعا أتاح ما يقوم 25 ألف يومية عمل آآ لسكان تلك المناطق يعني إحنا طبعا شغلنا الأولوية لأهل السكان المناطق دي إن هم يشتغلوا في المشروعات دي لإفادتهم وزيادة طبعا ده كان مكون البنية الأساسية اللي النهاردة المصروف بنحتفل بالجناء المرحلة القولة منه 15 مليون يورو وفي يعني المرحلة الجديدة إن شاء الله نعمل عنها النهاردة بثقة من الجهات المنحة في جهاز كمية المشروعات وطريقة إدارته للتمويلات اللي بيتاحها والإتحاد الأوروبي هتحلنا ثلاثة مليون يورو بوداد نكمل بيهم مشروعات في نفس الأربع مناطق للحاجات اللي إحنا ما قدرناش ننفذها في المرحلة وطبعا المشروعات إحنا بنختارها بناء على إشراك الإهالي إشراك المناصق عشان نعرف أولويات إحنا عيننا مكتب استشعالي في الأول جه عمل دراسة احتياجات للأربع أولويات اللي إن كل منطقة محتاجة إيه فيه مناطق زي أرض اللي هو قد محتاج الأولوية الأولى طبعا منها الشرب فيه مناطق تانية محتاجة الطرق إلى آخره وحصيرها طبقا للتامونات المتاحة أو حصيرها رسيرنا المشروعات طبقا لأولوياتها وطبقا للتامونات المتاحة فيه مكون تاني في البنامج اللي هو تعديد خرص العرض ده طبعا كان فيه تحت كروض لأبناء هذه المناطق لأبناء هذه المناطق أتحنا حوالي 44 ألف مشروع تكلفوا حوالي 825 مليون جنيه استفاد منهم حوالي 570 ألف أسرة من سكان تلك المناطق وأداحت هذه المشروعات 54 ألف فرصة عامة فيه خدمات غير مالية تدريبات عاملنا تدريبات في خمس مجالات كان تدريبات عن سباكة تدريبات عن الخياطة عن برامج الحكب الآلي على المشغولات اليدوية عن تدوير بعض المخلفات في صلبة دي كلها تدريبات أدامات غير مالية لأنه بيزري أقدم خدمات مالية وخدمات غير مالية أدامات غير مالية زي التدريب التسويق إلى آخر كل ما يخص تنمية المهارات تماما طيب دكتور وليد خلينا نقف تحديدا عند الجزء الخاص بالمشروعات لأنه في حقيقة الأمر التمكين الاقتصادي هم جدا في تطوير المناطق الغير آمنة أو المناطق العشوائية تحديدا وتوفير فرص عمل للأهالي فيها هل في مشروعات بعينها بيتم يعني توجيه يعني عناية المواطنين للاستثمار في مثل هذه المشروعات وإيه أبرز المشروعات اللي لفذت في المرحلة الأولى طبعا المشروعات الصغيرة هو ده أحد المحاول الرئيسية اللي بيشتغل علىها جهاز سمية المشروعات ولكن كل منطقة بيبقى لها حضرتك عارف طبيعة جغرافية وطبيعة سكانية يعني في مناطق ينفع يتعمل فيها مشروعات لها علاقة مثلا بالمنسجات أغلبية المشروعات بيتبقى في القطاع التوباري يعني إحنا عشان نركز أغلبية المشروعات والقروض اللي بيتم منحاك تشتغل في القطاع التوباري بيتبقى عن الحاجات اللي هي النسبة المشروعات اللي بيقدم وفي حبس الوقت لازم طبعا اللي بيقدم على مشروع لازم يكون عرضه خبرة وضراية المجال اللي عايز يشتغل فيه فإحنا طبعا من خلال أنتو بتشجعوهم يا دكتور على مشاريع بعينها على حسب احتياجات المكان على حسب المشاريع اللي أنتو شايفين أنه هيكون لها عائد إنتاجي مشاريع جديدة مشاريع تحتاج إليها المنطقة إحنا بنوجه حضرتك فيما يخص بيه رؤيتنا لكن نفيش نزام على الطالبين الفصول على الصدود اللي هم يقضوا في المجالات دي يعني أنا ممكن أحيك أن المنطقة دي محتاجة أنا ممكن أدربهم على هذه الحرفة آه يعني أنا بقدمهم الفكرة والتمويل وكمان ممكن أعملهم تنمية مهارات فيما يخص المشروع وبساعد في إعداد رفض الجدوى لو تصلنا بهذا من خلال ما كاتبنا في المهار المتشرب جماعة محافظاتنا عزيم عزيم احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية يمكن زي ما تبعنا من خلال مكالمة دكتور وليد إن فكرة دي الجهود اللي بتقوم بها يعني الدولة تحديدا للارتقاء بحياة المناطنين في الأماكن النائية الأماكن التي قد ينقصها بعض الخدمات تحديدا